على شكاوى كتير جت اني طب احنا سنتين سنتين ونص حاجة زي كده فبصينا لقينا ان ده ممكن يدرس ويعاد النظر فيه وبالفعل تمت الموافقة على تعديل هذا الشرط تمام وده خلانا دلوقتي بنتلقى طلبات ربما تتجاوز 60 ألف طلب على الموقع بتاع المبادرة 60 ألف وصلنا العدد لده بالضبط طيب خليني بقى أقول لحضرتك على إحلال السيارات من فضلك عندي سؤال الرخصة القديمة موقفها ايه علشان أبقى عارف مفروض انها تكون شغالة لغاية امتى اي سيارة علشان تدخل في المبادرة لابد ان هي تكون الرخصة بتاعتها رقم واحد سارية سارية نعم وبالتالي فلو الرخصة انتهت مدتها وانتهت المهلة اللي هي شهر سارية المدة قد ايه لان في اسئلة بتسأل سارية المدة قد ايه سارية الآن حتى لو هتخلص بعد شهر هي سارية وقت تسجيله على الموقع للمبادرة لغاية تسجيله حتى بقى لو قدام خمس ايام بالضبط كده تمام تمام بعد كده الوزارة الداخلية هتقوله ايه الاجراء اللي ممكن يعمله لكن في الحالة دي يدخل حجز مكانه حجز مكانه حجز مكانه